ثم نواصل ما تحدث عنه هذا الموقع الفرنسي اللي يهتم كثيراً بالأمور العسكرية وغيرها تقول علاقات مميزة بين الجزائر وموسكو تعززت العلاقات المميزة بين الجزائر وموسكو من خلال زيارة أمين مجلس الأمن الروسي إلى الجزائر في فيفري 2023 كما شكلت الزيارة فرصة للرئيس الجزائري عبد المجد تابون للقاء بطرشي وبحث تعزيز العلاقات الثنائية لا سيماً في مجال التعاون العسكري تم الإعلان عن الزيارة على نطاق واسع وأظهرت أهمية التجارة بين البلدين والتي وصلت إلى ثلاث مليارات دولار في عام 2021 على الرغم من جائحة كوفيد-19 إذن الزيارة هذه تعامين لمجلس الأمن الروسي زيارة اقتصادية في إطارها العسكري وزيارة من أجل رفع حجم التبادل العسكري بين الجزائر وروسيا الذي كما ذكر كان في 2021 ثلاثة مليارات دولار وراح يتصاعد ويزداد ترى هل العالم الغربي سيقف يتفرج الآن على الجزائر وهي تمضي بهذه الطريقة في إطار أنه هذا عمل سيادي يجب أن نؤكد على أمر في مثل هذه الأمور فالاتفاقيات الثنائية بين الدول هي سيادية ولا يمكن لأي كان أن يتدخل فيها ولكن هذا على مستوى الدول الكبرى لكن الدول الضعيفة ستكون محل ضغط خاصة أن الجزائر في مرمى نيران الولايات المتحدة الأمريكية وهي تهتم اهتمام كبير بمسألة العلاقات هذه مع الروس وتمارس ضغوطات بطرق مختلفة شاهدنا كيف التقى سعيد شنغريحة مع السفيرة الأمريكية في الجزائر وهي سابقة أن سفيرة الدولة دورها دبلوماسي تلتقي مع رئيس أركان مهمة عمليتية واضح جدا أن الأمر يتعلق بشؤون عسكرية بصفته أقوى الآن مسؤول في المؤسسة العسكرية وأمر آخر أن قرار السلم والحرب وقرار التسليح كله لا يملكه تبون بل يملكه شنغريحة ومن معه من الجنيرالات سواء الذين يظهرون لنا أو أولئك الذين لا يظهرون ويملكون سلطة القرار إذن موقع فرنسي يكشف أن الجزائر راهب بصدد اتفاق جديد عسكري وأصفقات جديدة عسكرية مع روسيا ترى كيف سيكون رد أولئك النواب الأمريكان الذين طالبوا بتسليط عقوبات على الجزائر وتصنيفها كدولة في إطار خصوم وأعداء الولايات المتحدة الأمريكية ماذا سيكون رد فرنسا والدول الغربية الأخرى في ظل هذا الصراع المحتدم على أوكرانيا في ظل تصاعد هذه الأزمة كل الأبواب مفتوحة ترى هل جنيرالات الجزائر على أتم الاستعداد لمواجهة أي ضغوطات أمريكية طبعا لا يملكون أي استعداد هما مسيطرين على البلد الروس عطاولهم إشعار أخضر بأنهم تحت حمايتهم ولا يمكن أن يفرطوا فيهم وإذا وقعت أي تحركات ضدهم الروس رح يحموهم في مجلس الأمن بحق الفيتو وأيضا ممكن يحموهم حتى عسكريا بقواعد عسكرية تتواجد في الجزائر ممكن جدا كل شيء وارد والعسكر لا يهموا اقتصاد البلد لو غدا أمريكا تسلط عقوبات على الجزائر سواء كانت من هذه الإدارة أو إذا جاءت إدارة جمهورية أخرى وخاصة دونالد ترام الذي على حسب ما وارد في بعض المواقع الإلكترونية وما تردد من بعض المحللين الأمريكان أنه إذا عاد إلى البيت الأبير أو عاد أحد المقربين منه إلى البيت الأبير فإن من أولوياته ليست ملف فلسطين وإسرائيل وليست هذه الملفات بل أن ملف البوليزاريو والعلاقات الجزائرية المغربية ستكون من أهم الملفات التي يعالجها في عهدته الرئاسي وبذلك ستكون الجزائر في ورطة كبيرة كان من الممكن الجزائر أنها تتعامل بمنطق أنها وقعت اتفاقيات عسكرية قبل غزو أوكرانيا وهذا يلزمها أنها تلتزم بها لأن مثل هذه الاتفاقيات كلها فيها شروط جزائية وفي حالة إخلال أي طرف بها يتكبت خسائر مالية ولكنها ما يجب أن تفتح أيضا وتوقع اتفاقيات جديدة هنا المشكلة معناها أنه في ظل هذه الظروف حتى لا يستطيعوا أن يقولوا للروس أنتم الآن في أزمة هذه الأزمة فيها أزمة مع خلفائنا وفيها أزمة مع جهات لدينا معها مصالح وأنتم في صراع كبير على أوكرانيا وفي غزو عسكري وهنا الجزائر ما لا يمكن أن تكون حيادية فالمسألة ليست مسألة حرب باردة وتنافس على التعددية القطبية والثنائية القطبية أو أن الروس يريدون تغيير النظام الدولي الجديد بل القضية تتعلق بغزو غير مشروع لدولة جارة وتقسيم أراضيها والجزائر دائما ترفع شعارات عدم التدخل في شؤون الدول الخيارات السلمية في معالجة هذه الأزمات أيضا الحفاظ على سيادة الدول وما إلى ذلك من هذه الأمور أوكرانيا دولة عضو في الأمم المتحدة تتمتع بما تتمتع به كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من حيث حقها في سيادتها وحماية مجالها وحماية أراضيها وحرمة طرابها وما إلى ذلك من هذه الأمور أما أن الجزائر تلتزم الصمت وتحاول أن تظهر حيادية فالحياد هنا في المواقف السياسية والديبلوماسية المعلنة ولكن على أرض الواقع ليس هناك حياد عندما تأتي الآن وتوقع على اتفاقيات عسكرية جديدة مع الروس في ظل هذا الصراع فأنت منحاس إلى الروس أما إذا كان تمضي أو توقع على اتفاقيات عسكرية بالمليارات مع الروس وتزيد توقع اتفاقيات عسكرية أخرى مع الغرب في إطار محاولة التوازن خلق توازن وإرضاء كل الأطراف وهذه هي عقلية التبون التي يظهرها دائما في حوارات التلفزيونية وغيرها فإن بذلك أنت تكبد الخزينة العمومية خسائر بلا فائدة ما الفائدة بأنني أكثر من جلب الأسلحة وأنفق الأموال الطائلة في عمليات تسليح والعسكر ما صنعوا لتربولات ما صنعوا برويطة ما صنعوا أي شيء لا عندنا مستشفيات عسكرية ممكن أن يعول عليها لا عندنا أطباء ممكن أو مخابر تابعة العسكر تصنع لنا أدوية ولا شيء أسلحة أد جيب عمر في الكازرنات وعمر في المخازن يبقوا عشر سنين ولا خمس سنين أرميهم في أحرقهم ولا سلمهم من البوليزاريو أو أطراف الأخرى وزيد جيب أسلحة أخرى بل أنه في غوصات جابوهم من الروس وخلوهم في المخازن حتى فسدت وبعد ذلك صرفوا عليهم مليارات من الدنارات يعني ملايين الدولارات في إعادة إصلاحها راحوا صلحوها وبعد رجعوها وبعد فتحوا ملفات فساد ضحوا ببعض الضباط أدخلوا من السجون بتهمة الفساد وثم زادوا حطوهم وبعد ذلك بينهم اللي تم إعدامها بدون فائدة لأنه خلاص المخازن معمره وغوصات واش رح يديروا بهم أي إعدامها ونجيب غوصات جديدة وهكذا الأمر في جميع المجالات اشتركوا في القناة